تغذية الرضع والأطفال الصغار المشروبات قدمي المشروبات الطبيعية يمكن أن تضر المشروبات السكرية والكافئين بأسنان الأطفال وصحتهم ليس لدى الرضع والأطفال الصغار مجال في نظامهم الغذائي للسكريات المضافة بسبب احتياجاتهم الغذائية العالية لا ينبغي إعطاء العصير للرضع قبل أمر 12 شهرا في السنة الثانية من العمر ليس من الضروري تناول العصير ويجب أن تأتي معظم العناصر الغذائية من تناول الأطعمة الكاملة إذا تم توفير عصير الفاكهة بنسبة المئة بالمئة فاقتصري على أربع أنصات يوميا من عمر الصفر إلى 24 شهرا أو أكثر الرضاعة الطبيعية إذا لم يكن الحليب البشري متوفرا قومي بإطعام الرضع حليب الأطفال الصناعي التجاري المدعم بالحديد من عمر 0 إلى 2 شهرا من عمر 6 إلى 2 شهرا الرضاعة الطبيعية وتناول كميات قليلة من الماء من عمر سنة إلى سنتان استمري في الرضاعة الطبيعية أو في حال استخدام حليب الأطفال الصناعي انتقلي إلى حليب البقر الكامل الدسم الذي يحتوي على فيتامين دي سنتان وما بعدها قومي بالانتقال من الحليب الكامل الدسم إلى الخالي من الدسم أو حليب البقر بنسبة 1% أو 2% تجنب المشروبات السكرية والكافئين يجب تجنب المشروبات المحلات بالسكر والمشروبات التي تحتوي على الكافئين مثل الحليب المنكه ومشروبات الأطفال التجارية والصودة والمشروبات الرياضية إذا كنت تقدمين الأصير فاختاري أصير الفاكهة أو الخضار 100% ترجمة نانسي قنقر